تذكرة في ومضة وومضة في تذكرة ومضمونها أنصح به نفسي أولا ومن يقبل من إخوان الأفاضل ومن أخوات الفضليات ثانيا وفيها أقول وعلى كل ولي أمر له ولاية صغيرة أو كبيرة عليه أن يسير في اتجاهين متوازيين لإعداد المسؤول عنهم إعدادا صحيحا متوكلا على الله تعالى آخذا بالأسباب وذلك لتوفير الحياة الكريمة في الدنيا ودخول الجنة بفضل الله ورحمته في الآخرة وينبغي على كل ذي ولاية أن يغلب جانب الآخرة قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إذن أسعى وأنا ولي أمر لأسرة صغيرة أن أوفر لهذه الأسرة الحياة الكريمة في الدنيا مسكن، مأكل، مشرب، تعليم، صحة كل ما من شأنه أن تحيى هذه الأسرة حياة طيبة كريمة سعيدة وهناك جانب آخر لا بد أن يكون مصب الأعين ألا وهو الإعداد للآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الآية إذن ينبغي على كل ذي لب حصيف ذكي فطن أن يسعى في هذين الاتجاهين وأن يغلب دار البقاء على دار الفناء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إذن أدعو نفسي وأحبتي أن نسعى جاهدينا لتوفير الحياة الكريمة على قدر الوسع والطاقة وفي نفس الوقت علينا أن نغلب جانب الإعداد للآخرة وذلك بتعليم الأبناء والبنات العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والأخلاق الحسنة والمعاملات المنضبطة والقيم والمبادئ والأخلاقيات التي تعينهم على الحياة الطيبة في الدنيا وعلى السعادة في الآخرة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم في أداء الأمانة التي وكل الله عز وجل كل واحد منا عليها إن كانت هذه الولاية ولاية صغيرة أو كانت ولاية كبيرة فأدعو الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والنفع له ولأولاده ولكل من له ولاية عليهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أدعوه عز وجل أن يبلغنا وجميع المسلمين رمضان وأن يرفع عنا هذا الوباء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين